أنا كل سنة كنت أزروا القاهرة مرة سمحت لها أغنيتين لقد كان بودي وأملي أن تتطرق الصحافة المصرية والعربية حول هذا الموضوع كوني أول ملحن عراقي وافقت أم كلثوم على آداء لحنة لو لا وفاتها رحمها الله ألتك بذلك للتاريخ مع شكري وتقديري لكل من يتتبع هذا الموضوع اشتركوا في القناة ليالي يا سلمان وصحبي يا نثمان وكل كمور للروح أهل وإروان ليالي يا سلمان وصحبي يا نثمان وكل كمور للروح أهل وإروان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة